اهلا بكم متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي في اهم الاخبار في دقيقة الجيش المصري يعلن مقتلى ثلاثة من جنوده في عملية سينا الجيش اليمني ينفذ عملية عسكرية على مواقع حوثية في الجوف واشنطن تهدد موسكو بعواقب دولية بعد هجوم الالكتروني ضخم النفط يسجل اعلى مستوى في نحو اسبوعين دراسة تقول ان التعرض المتكرر للمنظفات الكيموية يضر بالرئتين وامل جديد للاطفال المصابين بمرض التوحد اطور العلماء في بريطانيا اختبارا للدم والبول يمكنه الكشف عن مرضي التوحد لدى الاطفال وتطوير لقاح يقي من سرطان الثدي فقد تمكن الباحثون في جامعة ستانفورد الامريكية من تطوير هذا اللقاح باستخدام الخلايا الجدعية اشتركوا في القناة